يعاني السودان من اختفاء الأدوية المنقذة للحياة إذ أصبحت رفوف كثير من الصيدليات فارغة بسبب توقف شبه كامل للإمداد وصاحب ذلك ارتفاع حاد في أسعارها وأبرزها أدوية السكري والكلة والكيماوي وأرجع مسؤولون ومختصون الأزمة إلى عدم توفر العملة الصعبة إلى جانب توسع السوق السوداء للأدوية في ظل غياب الرقابة الحكومية على الأسواق وتوقع تجمع الصيادل السودانيين حسب الإحصاءات المتوفرة أن تنضم أدوية جديدة في القريب العاجل إلى قائمة الأدوية المنقطعة الحديث أكثر حول هذا الموضوع من الخطوم ينضم إلينا محمد كمال حسن الحاج طبيب سيدلة أهلا بك محمد معنا نتحدث عن أزمة أدوية وهذه الأزمة طبعا تنعكس سلبا نفسيا واجتماعيا وصحيا على المرضى السبب الرئيس في انقطاع هذه الأدوية هل يعود لعدم وجود رقابة من قبل الحكومة على الصوق أم هناك أسباب أخرى تضع الحكومة في مأزق ووضع لا يمكنها تعقب ربما المنظمات غير الموجودة أصلا والتي لا تملك برامج أو حتى مكاتب في سودان في مناطق مختلفة من البلاد السلام عليكم نهاركم سعيد أزمة الدواء أصبحت تتفاقم شهر بعض الآخر لفترة طويلة جدا من العام السابق وإنما هي أزمة يعني أنا أفتكر هي كان لمدة بعيد من النظام البائد إلى بعد ذلك حكومة دكتور عبدالله حمدوك ومن ثم بعد الإنقلاب الأخير الذي حدث في السودان من المؤشرات الأولى التي كانت تشكل الخطورة هي إلقاء بند العشرة في المية المتوفر في بنك السودان من العملة الصعبة لإستيراد الأدوية وأصبح الآن سوق الدواء هو سوق متجاري مع أسعار الدولار أو أسعار العملة الصعبة في السوق الجاري بحيث فتح مجال كبير جدا لكل الذين يتعاملون بالتضارف في الأدوية واستيراد بطريقة غير مباشرة لضعف الرقابة المتوفرة في سوق الدواء سواء كان على الصيدليات المجتمع المدني أو على طريقة الاستيراد بصورة عامة فذي كل أشياء أفتكر أنها ساهمت وأسهمت تماما في أن تكون في أزمة كبيرة جدا مع تفاقم الأسعار التي لا حدود لها لأن الدواء الآن هو حر في السودان يكاد أن يكون كل شخص أو كل شركة أو كل جهة هي أطبع الأسعار التي تراها مناسبة حسب الأرباح كيف تدخل الأدوية بطرق غير قانونية إلى البلاد وكما ذكرت هناك منظمات وهمية ألا يمكن تعقب هذه المنظمات ومن يقف خلفها لا تستطيعين حصر هذه المنظمات لأن معظم الذين يستحبون الأدوية من خارج البلاد هم يتعاملون كما يقال عليهم بنظام الشنطة ليست هي كميات كبيرة لكن تتسرب كمية من الأدوية عبر جهات ومنافس مختلفة ليس القصد اتهام جهات أمنية معينة بهذا التكسير ولكن هو دخول بعض الأدوية بصورة غير مباشرة إلى الخرطوم أو إلى باقي ولايات السودان بطريقة غير مباشرة مع تكدس الأزمة بتاعتها الكاملة الموجودة في السودان هناك نقص كبير جدا جدا في أدوية الضغط والسكري هناك نقص كبير جدا في أدوية الأزمة والأدوية للسرطان والجرعات الكيماوية هناك نقص كبير جدا جدا في أكثر من 97 صنف من الأصناف التي هي مهمة للأدوية المنخذة للحياة نعم طيب بالنسبة لبدائل ما البدائل المطروحة بالنسبة للمرضى هل يمكن الحصول على أدوية بديلة ربما مصنوعة محليا أو السفر إلى دول مجاورة لطلق العلاج كثير من المواطنين الذين يستطيعون الهجرة أو السفر إلى الخارج استطاعوا أن يسهبوا إلى الخارج لتلقي جرعات العلاج الأغلبية أصبحت الآن هي بشكل أو بآخر هي تحاول السفر إلى الخارج للعلاج لأنه لا تتوفر فرص العلاج كل الذي يبدأ العلاج في الخرطوم تنقطع عنه الجرعات مرضى السرطان مرضى السكري غسيلة الكلا أشياء كثيرة جدا هناك أدوية كثيرة جدا أصبحت غير موجودة فالذي يستطيع هو يحاول السفر إلى خارج السودان والذي لا يستطيع نسأل الله أن يكون في عونه نقص الدواء هو مسألة صعبة جدا جدا في الخرطوم بنعاني منها من بعد العام 2020 بعد أزمة الكورونا مباشرة وحتى الآن هو متفاقم وأنا لا أنظر له أي مبادئ مخرجات قريبة شكرا جزيلا لك محمد كمال حسن الحاج طبيب صيدلة كنت معنا من الخرطوم ترجمة نانسي قنقر